بعد أربع سنوات من الحرب لم تقود العاصفة التي أعلن عنها التحالف إلى السعادة الشرعية بقدر ما تسببت في تقويضها وإضعافها تقويض باتت معالمه واضحة بعيد استكمال المجلس الانتقالي التابع للإمارات السيطرة على عدن وطرده للحكومة الشرعية بقيارة الرئيس هادي بأدوات ومدرعات التحالف أحداث كشفت وفق مراقبين عن الوجه الحقيقي للتحالف بقيارة السعودية والمختبئ خلف شعارات استعادة الشرعية وإعادة الأمل تجلى ذلك أيضا في الصمت المريب الذي أبداه التحالف تجاه أحداث عدن ليس هذا فقط بل إن دعوات التحالف للمجلس الانتقالي بضرورة وقف إطلاق النار والانسحاب من المعسكرات التي تم الاستيلاء عليها كمقدمة لحوان ستعقده الرياض لم تلقى استجابة تذكر محاولة الرئيس هادي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في عدن خلال لقائه بالملك السعودي سلمان بن عبد العزيز في مكة باءت بالفشل هي الأخرى بعد أن عجز عن انتزاع خطوات فعلية من التحالف لإنهاء الانقلاب في عدن ومع استكمال سيطرة قوات الحزام الأمني التابعة للإمارات على عدن تضيق خيارات الشرعية ليس في التعامل فقط مع مرحلة ما بعد الإنقلاب بل وفي كيفية التعاطي مع موقف التحالف من الشرعية مستقبلاً والذي بات يشكل خطراً لا يقل عن خطر الإنقلابيين في صنعاء وعدن ترجمة نانسي قنقر